مهم جداً فكرة البحث أو بيسوتش زي ما قال هي مهمة جداً لأن على أساسها هي اللي بتقدر تقرر هتمشي ازاي أو هتكمل ازاي والبلان بتاعة الشركة دي ايه بس هل اللي عايز يستفيد من خبرة انطلاق لازم يكون عنده بالفعل شركة موجودة ولا لو أنا عندي فكرة عايزة أبدأ مشروع عندي بس مجرد الفكرة مش عارفة بتادي منين باجي لانطلاق ايه اللي بيحصل؟ احنا في الزراعين اللي كنا نشتغل عليهم هو الزراعة للمساعدة الأعمال ده بنكز فيه على الشركات اللي في محالة زي ما بنقول اللي ستيدش أو بيسيد دي اللي هي شخص طلع فكرة وفي نفس الوقت بدأ ينتج منتج وبدأ يبقى فيه تاكشن على الأرض أو بقى فيه مرضود كويس من الناس على الأرض المنتج ده دي اللي احنا بنشغل معهم في مصاعدة الأعمال بنشتغل بقى معهم بعد كده ان هم يبدأوا يطلعوا خلاص سيفينيوز أو يجيبوا مبيعات دي القطاع أو الستيدش بتاعت الشركات اللي احنا بنشتغل معرفة في مصاعدة الأعمال نعم من ناحية تانية من ناحية الاستشارات فالأبحاث اللي احنا بنطلعها بتبقى شاملة من أول الشركات المليارية اللي هي كميتها عدة المليار دولار ووصولا إلى الشركات أو الأشخاص اللي هم كمان بيبقوا بس عندهم الفكرة ريك كده كمان احنا لما بنشتغل أو بنتكلم على زيادة الوعي زي مثلا مشروع الجامعات فاحنا بنحاول نزود من تدريس مادة يادة الأعمال في الجامعات المصرية بشكل مستدام فده بيبدأ من شخص في الجامعة عايز يعرف كل ما يخص يادة الأعمال عايز يعرف اززاي يبدأ فكرة عايز بعد كده خطواته زي ما زمينا أمر كان بيتكلم يبدأ يستفيد من الحوافل سواء في القطاع الخاص أو القطاع العاملة ازاي وهكذا فنحاول نخلق شكل مستدام للشخص اللي عايز يبدأ يدخل مجال يادة الأعمال أو يشتغل فيه هيعمليه بالزبط اشتغل في القطاع الخاص بشكل مستدام للشخص